بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو والذي سوف نتكلم فيه عن كيفية تفعيل المنتجات السرية أو ما يعرف بسكرت برودكت على ريد بابل أحب قبل بداية هذا الفيديو أن أشكر تفاعلكم مع الاستفتاء السابق الذي تركته في القناة والخاص به هل تريدون أن نواصل دورة ريد بابل ومرتش بأمازن إذن الأغلبية صوت بأن نواصل في دورة ميرش بأمازن كما هناك بعد الردود الذي أسعدتني كثيرا الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من دورة كي دي بي أتوصل العديد من الردود والعديد من الرسائل أتوصل بها من طرفكم أشكركم لتواصلكم معي طبعا أنا أحاول أن أجيب قدر المستطاع على ردودكم ورسائلكم إذن شكرا لكم أحب كذلك أن أنوه أن العديد من الأشخاص الذين يشاهدون الفيديوهات والشرحات الخاصة التي تعلقها بريد بابل ومرتش بأمازن هم غير مشتركين كما يظهر لكم في الإحصاء 81% من الأشخاص الذين يتابعون هذه القناة غير مشتركين أدعوكم للاشتراك هكذا كلما رفعت فيديو على القناة تتوصلون بإشعار وكذلك لأعرف ما هي رغبتكم في وضع الدروس طبعا أنا كل ما أضعه هو مشاركة لتجربتي معكم في مجال الـ POD إذن بناء على طلباتكم بناء على الدروس التي تطلبونها إذن أدعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك كذلك لنصل هذا الفيديو لألف لايك إذن ولنعود إلى الموضوع دلنا موضوعنا اليوم عن كيفية تفعيل المنتجات السرية أو ما يعرف بـ Secret Products لماذا سميت Secret Products؟ لأن العديد من الأشخاص لا يقومون بتفعيل هذه المنتجات فقط لسبب واحد لأنهم يغفلون عن تفعيلها لأن يجب تفعيلها بشكل يدوي كل مرة تقوم برفع منتج معين سأريكم الآن كيفية رفع هذه المنتجات أو ما يعرف بـ لماذا سميت كذلك Secret Products؟ لأن هي بكل بساطة المنتجات الخاصة بالأطفال إذن سوف أريكم الآن كيفية تفعيلها لأن ندخل إلى موقع Redbubble وبعد رفع الـ Design سوف نضغط على ونضغط على ومن هنا نختار الخانة الثانية نضغط عليها كما نلاحظ هذه هي المنتجات المفاعلة بشكل تلقائي كما نلاحظ وكذلك وكذلك غير مفاعلة بشكل تلقائي سوف نقوم بتفعيلها في حالة واحدة فقط في حالة كان التصميم الذي قمتم بتصميمه موجه لجميع الفئات كيف موجه لجميع الفئات؟ يجب أن يكون التصميم لا يستهدف البالغين لأن لا يحتوي على أي محتوى خاص بالبالغين كذلك يجب أن تكون هذه الخانة بشكل دائم أن تكون لا يجب أن تكون لا ويجب عليكم مراعاة أن تصميمكم لا يحتوي على أي من الأشياء المذكورة هنا شيء آخر أحب مشاركته معكم وأحب أن أخبركم لا أدري إن كنتم لاحظتم هذا أم لا هناك العديد من أسطورات المتاجر التي تحقق نجاحا باهرا على الريد بابل وهي الأسطورات المخاصة بالكيتس بما أن الأغلبية لا يقوم بتفعيل هذه المنتجات وأن هذه بعض الأشخاص يقومون بوضع أسطورات خاصة بالأطفال إذن هذه قد تكون فكرة لكم في حال كنتم تريدون تجربة ذلك أن تقوموا بستور وبتصاميم موجهة فقط للأطفال كل ما عليكم هو أن تقوموا بديسابل لجميع المنتجات وتقوموا فقط بمنتجات مخصصة للأطفال كما أردتكم إذن تعودون مرة أخرى إذا قمتم بعمل موجهة الأطفال أن تقوموا بإزالة جميع المنتجات إذن كل المنتجات تقومون بعمل لها وتتركون فقط ثلاث منتجات إذن وكذلك فقط على هذا التصميم ثم تقومون بـ Apply Changes وتقومون بـ Disable لجميع المنتجات ثم تأتون هنا أسفله ثم تقومون باختيار من هنا تختار أحد تلك المنتجات إذن سوف نرى هنا إذن لدينا Kids Close وكذلك لدينا Kids Mask ولدينا نعم يمكنكم كذلك تفعيل الماسك الخاص بالأطفال ولدينا كذلك Toddler ثم هنا ربما هذا هو Toddler Pullover Hoodie ثم يمكنكم اختيار أحد هذه المنتجات الثلاثة نأخذ على سبيل المثال Kids Close ثم تقومون بـ Save Work وبهكذا سوف تظهر الصورة التي ستظهر على تصميمكم هي الصورة الخاصة بمنتج خاص بالأطفال في حال أحببتم أن تقومون بعمل ستور ثاني تقومون برفع عليه فقط منتجات الأطفال كما يمكنكم أن ترفعوا منتجات أن تكون كذلك للبالغين وللأطفال فقط يجب أن تكون لا تحتوي على أي من المحتويات الموجهة أو الحصرية للبالغين جربوا هذه استراتيجية تعمل هناك العديد من الأشخاص يعملون بهذه استراتيجية وأنا متأكد إذا قمتم بها بشكل صحيح بحثتم على كلمات مفتاحية وقمتم بعمل تصميم جيدة فلا شك أنكم ستتحققون نجاحا باهرا في هذا المجال الخاص بالأطفال بالنسبة للأشخاص الذين لم يشاهدوا كيفية رفع أول تصميم على Redbubble فقد قمت بفيديو السابق أتكلم فيه عن كيفية رفع أول تصميم قموا بشاهدة هذه الفيديو في حال كنتم لم تشاهدوه هناك بعض المعلومات القيمة إذا كنت طبعا لا تعرف كيفية رفع أول تصميم وكذلك لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك إذا أعجبكم الفيديو أخبروني بالتعليقات ما هي الفيديوهات والدروس التي تحب أن أشارك معكم مرة أخرى شكرا لحسن متابعتكم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله السلام عليكم